تفقد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد مطار الريان الدولي واطلع على سير العمل بكافة اقسام المطار ومستوى التجهزات الفنية وناقش وزير النقل خلال اجتماع بقيادة المطار سير النشاق في المطار والجهود المبدولة من قبل ادارة المطار في تسير الرحلات الجوية الداخلية على مدار الساعة وثمن وزير النقل جهود الاشقاء في مملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم وتطوير المطار كما اشاد بالاهتمام الذي توليه قيادة السلطة البحرية بمحافظة حضرموت بالمطار من خلال المتابعة والتنسيق ووجه الوزير الهيئة العامل للطيران بتنفيذ كافة الاحتياجات المطلوبة من قبل قيادة مطار الريان